حصد المسلسل المصري الحشاشين على جائزة أفضل مسلسل عربي من جوائز طبعا ألدانة للدراما الخليجية وده كان في مهرجان البحرين الجائزة الحقيقة الشيخ خالد بن حمد الخليفة وطبعا وهو من بطولة كريمة عبدالعزيز زي ما احنا عارفين النجم اللي عمل دور حسن الصباح والإخراج للمخرج بيتر ميمي والحقيقة كانت اللجنة المنظمة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون أعلنت عن فتح باب التصويت للجمهور لاختيار المسلسلات الدرامية الخليجية المرشحة لجائزة الدانة للدراما وطبعا الحقيقة يعني فوز الحشاشين كان فوز رائع وأنا بشوف أنه متوقع لأنه مش بس أن انت عملت أولا كان فيه جرأة أن انت تتناول هذا الموضوع خصوصا وأن الموضوع دراميا ممكن يكون يعني عمل إجهاد لفريق العمل وللمؤلف أستاذ عبدالرحيم كمال علشان تعمل فيه دراما لأنه أحيانا بيبقى فيه قصص من التاريخ ولكن الدراما لازم تتغزى بمشاهد وأيضا بمواقف وبأشياء كثيرة جدا في الحشاشين احنا شفنا حسن الصباح اللي هو قدر يعني يقتنس الأفكار ويقتبس جوه دماغه وأفكار كلها تطرر في الحقيقة وكاننا متصور بأنه بيقيم عالم خاص به وأنه هو المخول أنه يكون طول الوقت هو الصح وهو المنفذ للدين وهو الراعي لكل الأفكار السليمة لكن طبعا إحنا شفنا من خلال الدراما قد إيه حسن الصباح ده كان عايش مع نفسه وكمية السواد والتطرف اللي كان موجود فيه كان واضح جدا يعني يمكن في البداية كان يبدو شخصا إلى حد ما طبعيا ولكن مع تطور الأحداث شفنا هذه الشخصية إزاي التطرف كان موجود في شخصيته وإزاي هو مؤمن بأشياء الحقيقة كلها يعني خاصة بفكره الخاص كان متصور أنه يقيم عالم خاص وأنه أي حد بره يعني هذه الأفكار يعني يعتبر بالنسبة له كافر ووجوب قتله هذا ما قدمه حسن الصباح يعني حتى شفنا أنه زوجته سبته أو هربت منه وأنه قتل أولاده في الحقيقة كم التطرف كان عالي جدا الدراما قدرت تقدم ده علشان كمان تقول لك يعني الإرهاب بيجي منين يعني إذا كان الإرهاب كان موجود منذ هذا القدم وموجود فيه أوقات قديمة جدا في التاريخ ولكن يبدو بأنه هناك من يعتنق هذه الأفكار ويعتقد بأن هذه الأفكار هي صحيحة النهاية كلنا شفناها المسلسل يحسب له طبعا أيضا الإنتاج المبهر ولأنه مجهد انتجيا لأنك بتضطر تروح أماكن يكون فيها الأحتاس وتكون يعني شبيهة بالمواقع أو هي قرب المواقع هما صورت الحقيقة في دول كثيرة جدا وشفنا بنفسنا الألعة ألعة ألموت وشفنا الأماكن التصوير شفنا الاستعداد شفنا إزاي فيه معارك حربية كمان المسلسل قدر يبين لك أنا مثلا كنت سعيدة بشخصية عمر الخيام يعني زي ما فيه حسن الصباح بكل ما فيه من كره بكل ما فيه من تطرف كان قدامك كمان عمر الخيام وهو الشاعر المؤمن بالسلام والمؤمن بأنه لازم يكون فيه مجتمع فيه سلام وفيه أمان وحتى هو ما كانش بيحاول حتى يخون أصدقاؤه علشان يبني السلام بشكل كبير فده كان زكاء كمان إنك تعرف إنه في نفس التوقيت زي ما فيه الشر فيه الخير عمر ما بيبقى شر بس لكن الخير دايما بيكون الحقيقة في النهاية هو المنتصر دي مشاهد زي ما أنتم شايفين من مسلسل الحشاشين وأنا سعيدة لأن ده إنتاج المتحدة إنتاج قوي جدا وإنتاج الحقيقة كان مبهر فيه رمضان عشرين أربعة وعشرين وكانت خريطة مبهرة خصوصا هذا العمل اللي أخذ مجهود كبير جدا علشان يخرج بهذه الكفاءة فيستحق هذه الجائزة فكل التقدير لشركة المتحدة على هذا الإنتاج كل التقدير لفريق العمل وكل فريق العمل اللي قام بهذا العمل المترجم للقناة